الله يسعد لي مساكم وتمعينا الأكارم برحب فيكم أخوكم سام فيدال بتمنى كلكم تكونوا بأحسن حال قناة الصوتيات لودة يوب واليوم إن شاء الله بنتكلم عن موضوع كيف أنك تنقل الفايلات أو الملفات الصوتية تسمعها على سيارتك بأصفة طريقة شو هي الطرق المتعرفة عليها وشو الطرق الجديدة وشو الفرقات بناتو من فجت ومن وضوح صوت طيب يعني كساوند سبكترم شو الأوضح وشو الأحسن للناس المعنيين بنقاوة الصوت خصوصا اللي عنده ساوند سيستم بيكون يعني من البلد نفسه صيارة جاي عليها أساسي وبيكون مثلا ممتاز أو الكواليد تبعه عالية جدا طبعا كلنا بنعرف أنه الناس بتحب تسمع الأغاني فيه ناس بتكون مثلا مسافرة أغاني بتونسها في الطريق ناسب على البحر بتحب تسمع أغاني فيه طلبة بيكونوا مثلا هم رايحين على الجامعة بيسمع المحاضرات على السيارة فيه كتب صوتية فيه كتير أمور الناس معنيين بالجهاز الصوتي الموجود المجسم الموجود في السيارة أنه يستعملوا لعدة أغراض طيب يعني مش بس للأغاني فيه كتير أسباب وحنا بنعرف وضوح الصوت مهم جدا فأنت يعني قبل إحنا نتكلم في الأمور هاي والوضوح موضوح لازم تتأكد أنه الملف الموجود في سيارتك أنه هو واضح يعني ما يكون شو مشوش وإنت تيجي تصير تظلم الكنكشن وتظلم الساون تبع السيارة أو كذا أو السماعات لا يكون هو الفايل نفسه يعني أنت عارفه مجربه في البيت عندك موصل التليفون على السيارة والبيت وسامعه وعارف أنه متأكد أنه نقي جدا طبعا أغلب الفايلات الشائعة اللي بنسمعها كديجيتال أو ملفات رقمية على تليفوناتنا أو على الميوزيك بلاير بتكون يا فلاك فايل تعرف أنت الفلاك فايل هاي رزيليوشن أو أم بثري مثلا 320 كيلو بايت بير ساكن يعني كي بي بي أس 320 كيلو بايت بير ساكن هذا بيكون هاي رزيليوشن حتى لو أم بثري يعني أنه حجمه كمان مش صغير الفايل الملف نفسه بيكون حجمه كبير شوي فهذا كمان بيوفر لك ساوند كواليتي ممتاز طيب إحنا بهمنا أنه يكون الساوند طالما الصوت الفايل الملف نفسه نقي طيب وانت متأكد من هالشي مش من مصلحتك أنك تسمع الصوت مكتوم أو بيشوش أو فيه تقطيع هناك بتعرف أنه في فرق بين سماعات المنزل وسماعات البيت أنا عملت حلقة على الموضوع السنة اللي فاتت حط لكم الرابطون فوق طيب إذا بدك إحضارها بعد لتخلص الحلقة هاي يشرح لك الفرقات بين صوت السيارة وصوت المنزل سماعات السيارة بيكونوا أربعة أوم يعني التفاعل مع السيجنال إشارة استيريو يكون قوية فإذا فيه تقطيع أو تشويش أو تقطقه يمكن تخزق السماعة وانت معالي الصوت يكون عامل بيز ومعالي الصوت بتفجر السماعة أو بتخزقها بتخزق السراون فأنت مش بمصلحتك لذلك اليوم بدنا نتكلم عن شو هي أكتر طرق مجربة وأحسن وأنا من وجهة نظري بقولكم وعملت ريسير شو تأكدت أنه فعلا كانت وجهة نظري سديدة في مكانها يعني ولو أنه أنا مش من عشاء أنه يظل أسمع أغاني كتير في السيارة في أحيان كتير أنا بيكون مثلا بسوق السيارة وعم بفكر في أمور وهذا عم بفكر في يعني من النوادر أنه أحيانا حسب المود أني أشغل أغاني بس مش دايما يوميا يوميا بشغل أغاني مش ترك على سبوتيفاي وعمل بلاي لست وم بس يكون رأي أو جاء على بالي أني أسمع بروح مشغل أغاني بس أغلب أحياني يعني عم بسمع فويسات صوتية من متابعين أو من أهلي أو كذا أو بسجل مثلا صوت وأنا عم بسو يعني اليوم إحنا بدنا نتكلم أول شي بتعرف أنت أقدم طريقة لنقل الصوت من أيام الكاسيت بلاير من أيام الكاسيت بلاير كان يجي السيارة كاسيت فكان في كاسيت نفس الكاسيت بلاير الكاسيت العادي بيركب في الكاسيت بلاير طبع السيارة وفي سلك السلك هذا بتوصله ايو اكس اكزلري في تليفونك يعني هذا مافي بس نفترض أنه في مثلا ايو اكس هذا ليس ايو اكس هذا القلم بس نفترض أنه ايو اكس بتوصل هون في البورت طبعه الايو اكس وبيكون هو الكاسيت بيركب في الكاسيت بلاير تشغل الغناي بتشغل الكاسيت تشتغل هاي كانت واحدة من اقدم الطرق طبعا بتنقل هي شوف الترتيب طبعه الصوت انه الاشارة بتكون ديجيتال بتنقل انالوج من الانالوج بتنقل اشارة كهرباء للانالوج اللي هو الهيد التاني اللي موجود في الكاسيت والهيد بيروح ناقل الاشارة الانالوج ناقلها الانالوج للهيد التاني اللي هو عاكست بلاير من الكاسيت بلاير بتروح الانالوج وبتطلع بنعملها بروسيس وبتطلع على السماعات هاي هي كانت اقدم طريقة لنقل الاغاني طريقة اللي بعدها وهي الاف ام ترانزميتر شو هي الاف ام ترانزميتر لما طلعت موضوع اليو اس بي واشتهر وصار فيه مواضيع اليو اس بي كل مكان مكان ولعت السيارة صارتك بكتير يو اس بي مكانه فطلع موضوع الاف ام ترانزميتر احطي لكم سورته الاف ام ترانزميتر شو فكرته فكرته انه هي يعني ميني ازاعة يعني بتبث اشارة راديو فهي بتستقبل منك الاغاني عن طريق الايو اكس الاكس اللي هو الايو اكس بتستقبله بتدخله انت وين في الاف ام ترانزميتر الاف ام ترانزميتر بتروح انت بتختار موجة وهي الاغاني اللي انت عم بتبعت ليها بتصير هي تبعتها موجة راديو فبتتزبط الراديو الاف ام اللي على استيريو تبع السيارة على الرقم اللي انت بتشوفه قدامك مكتوب عرفت علي فبتصير تسمع الاغاني راديو اللي انت مشغله بتسمعها عن طريق الراديو هذا هو الاف ام ترانزميتر طلع بعده الايو اكس اللي هو ايو اكس من هون وكمان بتوصل الايو اكس على الاستيريو في الو مكان وبتصير تشغل الاغاني وتسمع عرفت كيف طلع بعده البلوتوث البلوتوث طبعا شو البلوتوث البلوتوث هو عبارة عن طريقة لنقل باكس سواء فايلات اغاني سواء اي نوع من الفايلات ينقل عن طريق البلوتوث للمناطق القريبة مش لمسافات بعيدة فانت اول ما طلع البلوتوث كانت 2.0 يعني بسيط ما بقدرش يحمل فايلات تقيلة او اذا بدي يحمل فايل تقيل بدي وقت طويل جدا فكانين عن طريق البلوتوث ادابتر بتوصله مكان ولعت السيارة والبلوتوث ادابتر بتطلع منه ايو اكس بتوصله وين في الستيريو فيا انه بلوتوث ادابتر او انه استيريو يكون مجهز من المصنع يكون فيه بلوتوث اوبشن بلوتوث فانت لما حد يكلمك ستسمع صوت اللي بيكلمك على سماعة السيارة هي هيك الابشن مش معمولة لانه يسمعه اغاني يمكن حطين انه الاغاني اللي تدفع فلوس عليها او اوبشن تاني الله اعلم بس انا بالنسبة لسيارتي انا كل اشي اساسي فيها مش مش مغير شيء فهي بس بمكالمات التليفون غفت علي وكنتكتسو مكنتكتسو هدا تشبك بلوتوث وبتصير مكالمات فقط يعني ما في ميوزيك طوروا البلوتوث وصار 5.0 يعني صار الباند الباند تبعت البلوتوث الاشارة صار تقدر تحمل فايلات تقيلة الفايلات التقيلة هاي صارت تقدر تحمل هاي رزيليوشن ساوند وهذا انت اللي عم تشوفه اليوم في الجايمينج الساوند بارز وفي الهوم ثياتر اليوم انت تكون عم تلعب مثلا كولوف ديوتي لعبة حرب او غزاء وبتشبك على السلمة او الساوند بار في البيت بتلاقي ازا كان انت قاعد في ساحة الحرب طيارات تسمعها من فوق الارض بتهز تحتك ناس عم بيجروا يمين تسمع صوت اجران يمين جانيا صار بها بمفتح من وراك بها بمفتح يعني الموضوع البلوتوث اليوم مرعب جدا يعني بيعطيك فل سراوند سيجنال وفل رزيليوشن وانا من محبين البلوتوث الي هو هاي رزيليوشن 5.0 من محبينه جدا انا لان انا عم بجربه كل يوم يعني عندي على الساوند بار على هاي الايباد على الكولوف ديوتي يعني انا شايف الامكانيات ما فيه ديلي ما فيه تقطيش ما فيه بس لازم تكون قريب جدا منه يعني لو بعادت كل ما بعادت كل ما بتفرق الساوند كواليتي وبيصير تقطيش او بصير هارف علي فهو مصمم البلوتوث الجديد ان يكون جنبك فانت بتنقل اشارة قد ما هي تقيلة طالما هو قريب ما فيه مشكلة كل ما بعادت كل ما بتصير تتأثر كتير الكواليتي جودة الصوت فانت علي والسرعة طبعيته يعني اذا فيه اصوات سريعة بصير في عندك تشويش فيهم لانه تتضارب مع بعضه هو عم بيستقبلها طريقة اللي بعده هي الواي فاي بتعرف انتو الابل اي كار والاندرويد السنزل والانظمة طبعه الواي فاي شو هو الواي فاي انه انت تعمل نتورك واي فاي نتورك جوه سيارتك يعني ادابتر بيعمل نتورك فسيارتك بتكون شابك عليه الستيريو والتليفونك بيكون شابك عليه وبصير الاثنين ديفايسيز كوننكتد وين the same نتورك في نفس النتورك الاثنين ديفايسيز مربوطين مع بعض زي كأنه مثلا برينتر في شركة نفس النتورك انت قاعد في الطابق الاول والبرينتر في الطابق التالت بتعمل برينت تك بتلاقي الورقة طبعة فوق لانه مربوطين في نفس النتورك وهي نفس الفكرة طبعيته بس هاي ويرلس مش ويرات لأ بدون ويرات ويرلس فهاي الواي فاي هي اسه جديدة في عندك بيجو سيارات جديدة اسه يعني اي كار وهي الابل ابل كار واندرويد مكلفة جدا غالية وفيها اشتراكات وفيها نظام دفع شهري فيعني الموضوع مش موضوع فيه ربحي كتير فيك انت تشتري افتر ماركت ما بحط لكم الصورة ادابتر على بطارية السيارة وهو بيكون واي فاي بس لازم يكون استيريو طبعك مهيئ انه يستقبل او يشبك عشيه زي هيك لازم استيريو نفسه استيريو اللي فيه واي فاي بغض النظر اذا كان صيني او مش صيني اذا كانت شاشة مثلا اندرويد هاي طيب بدك تشوف كيف انه يشتغل عليها بدون ما اندرويد يدفعوك عرفت علي انه واي فاي استغالية مش خيصة ومكلفة جدا بس فيه افتر ماركت مش لازم تكون انت مع اندرويد او مش لازم تكون مع ابل يعني في البلاي ستور لا انت في افتر ماركت بتجيب هاردوير وبيشبك وهو بيشغل يعني هو بيعمل نتورك بيشبك الشاشة عليه وبتصير تشاغله اغاني عرفت علي الالية كيف بالزبط انا مجربتها ولكن اريت هون انه فيك تشتغل ادبتا لسه بحط لكم صورته وهذا بيقدي لك الغرض الخطوه الاخيرة هي اليو اس بي لما نزل مودة الفلاش صار فيه تنزل استيريوهات بيونير وسوني وكنوود وهذا تبعون سيارات فيها زي الغطب تفكوا هيك وبتحط اليو اس بي اليو اس بي هذا نفسه فيك تحط كمان كده تطلعوا من هون مثلا من اليو اس بي بورت او من السي تايب بورت وتوصلوا على اليو اس بي وتشغل غني وستيريو ستسمع فيه الاغاني في السيارة طيب احنا قلنا تقريبا هو هذا كله اللي بيختر عبالك من طرق توصل فيها الصوت لسيارتك طيب شو هو اوضح واحد فيه من وجهة نظري انا رقم واحد ولا البجت يعني بك تعتبر البجت اليو اس بي اليو اس بي انت عم تنقل الفل الفل سيجنل الفل فايل طالما اليو اس بي اصلي عندك انحاس بيقدر ينقل اكتر من خمسة او ستة ميجا بير ساكند لا استيريو شو هو شو فيه فايل خمسة ستة ميجا بير ساكند مستحيل ادخن غني واعلى رزيليوشن بالعالم بالصوت ما بيوصلش لتنة ميجا بير ساكند عرفت عليه فاليو اس بي مصمم في ستيريو تبعك وهون انه ينقل فايلات سريعة فاست ترانسفير وعندك انت من اليو اس بي الديجيتال السيجنل اللي بتطلع لانه بتطلع ديجيتال من هون بدك تركز بالنقطة هاي كتير تفرق معك اذا الناس اللي بيحبوا الصوت النقي هتفرق معك من السمى للارض لانه في كتير ناس بيقولك ال ايو اكس اللي هو هذا هو اصفى شي غلط وانا هقولك ليه هون بتنقل الاشارة ديجيتال مش بنقل الفايلات مش بتوصلهم بالكمبيوتر وبتنقل الافلام وبتنقل ديجيتال الديجيتال بيروح وين على اليو اس بي بورت اللي في ستيريو حطاكم صورته الفايلات هاي الديجيتال بتفوت عالداك الديجيتال تو اوديو كومفيرتر تبع ستيريو تبعك وشو بتترجم بالديمانشنز طبع الساون طبع سيارتك فانت بتاخد الفول سبكتروم طبع السيارة طبعيتك فليش انا بقولك انه اليو اس بي وانا من وجهة نظري من الاول انا يعني حسب ما جربت قلت انه اليو اس بي هو اوضح اشي تدقيين سمع فيه عم بدور طلع فعلا اليو اس بي هو اوضح شي غرفت علي يعني اكتسبت عن خبرة ولما اجيت عملت رساج لقيت انه فعلا كلامي مضبوط ليش اليو اس بي من هون اوضح من الايو اكس انا بقولك الايو اكس شو هو هو بينقل الصوت للسماعات يعني انت عم تاخد هون انالوك مش عم تاخد ديجيتال ركز هون فيه شغلة اسمه داك شو هو داك اللي هو الديجيتال تو انالوك كونفيرتر الفايل اللي مخزن في تليفونك هو عبارة عن ديجيتال فايل ملف رقمي عشان يتحول للسماعات ياخد اشارة كهربا بدي يتحول لانالوك فبدي يمر على داك كونفيرتر اللي في تليفونك وهيطلع على المايكروفون للسماعات الويدن او المايكروفون من الداك تبع التليفون طيب الداك تبع التليفون هو مصمم انه يعمل لسماعات صح؟ شو السماعات هيبدي امكانيات صوت؟ كله اشي بسيط متواضع فانت لما تعطي الانالوج تعطي الانالوج عندك في السيارة انت عم بتشغل السيارة على داك تبع تليفونك فعشان هيك بتلاقي انه الصوت مش زي ما انت بده لما تستعمل الاو اكس اما لما تيجي تستعمل الاو اس بي هتحس انه الصوت صار تقيل عميق وشرس هيك يعني انه انه سريع ما فيه ما بتحس انه الصوت طعبان عالي قوي عميق ومش بتحس انه استيريو او السماعات تعبنين انهم يعطوك الصوت فهمت عليه؟ طيب بيجي على الشغلات الويرلس من احسن البلوتوث ولا الاف ام ترانسميتر ولا الواي فاي طبعا بدون منازع انا بحب البلوتوث ال 5.0 وبشوفه انه ممتاز جدا ولكن مشكلته انه بفضل البطارية شو ما كان لما تتشغل اغاني وستنقل الصوت عن طريق البلوتوث انت عم تستهلك كمية كهربا كبيرة من البطارية ما تقوليش بطاريتي بتستهلك كمية كهربا وخصوصها الايفون بتستهلك كمية كهربا من البطارية انه هاي فايلات هاي ريزليوشن فانت عم تستهلك كمية كهربا قوية جدا من البطارية ولكن النتيجة يعني فعلا مرضية مرضية جدا نتيجة الصوت اللي بتسمعه مرضية جدا هل البلوتوث ال 5.0 انقى من الاف ام ترانسمتر نعم بكتير ليه الاف ام ترانسمتر عبارة عن موجة راديو والسيارة كلها دوائر كهربائية والسيارات اللي حواليك كل دوائر كهربائية في عندك موجات والسيارة في السيارة مستابتة يعني انت لو عيرت على مكان نقي هتمشي شوية يمكن تمرجم مخرطة يمكن تمرجم بمحل عصير فيها عصارات دول اللي بيشتلوا بالكهربا هيشوشوا على الراديو فانت اي شي كهربا خربطة هيصيري نعكس ويزعجك شدا في السيارة لذا انا ما حبيت نهائيا اشتريتها ورميتها هيدعلت الاف ام ترانسمتر ما حبيتها نهائيا ولا حتى الصوت حصيته انت انت شوف الصوت كمان يعني شوف البيز يعني انت مثلا تنزل ريماكس طوله ساعة انت بتسمعه في البيت مثلا صوت سامع عشرين مرة في البيت وانت عارف كل غناي البيز تبعها كيف وكيف العمق هو سامع في البيت بتيشتسمع في السيارة على الاف ام ترانسمتر الصوت فلات فلات كله مسطح مافيش عمق مافيش غروفز فتنزعج منه جدا ما بتحس بمتعة فيه تروح رميت وهذا اللي عملته انا غير انه تمرق جنبك سيارة فيها مشلة كهربا توقف جنبك مرة واحدة تشتغل بتطلع عندك واحد شغل خلاط مرأت تحت بيت سكني منطقة سكنية واحد عم بيع مشغل خلاط تصير تسمع عندك فالف ام ترانسمتر انا بشوفها مش بروفاشونال نهائيا ولكن بتحل بتحل يعني انت زا واحد من الناس اللي مش بدكش تسمع بيز عمالتك تسمع محاضرة الدكتور الجامعة انت جايب هادا الريكوردر سجلت و بدك تسمع المحاضرة تك شبكة الميزيكا بلاير على الاف ام ترانسمتر ستسمع انت عم تسوق مروح على البيت شو عادي يقول لك الدكتور حرفت علي فبتست اسمع كلام فوكل لفريكوانسي معروفة انه مش فكونفينيينت لحد ما يعني بضل البتل او الحرب بين البلوتوث وبين الواي فاي الواي فاي هو زي ما بقول لك الولد جديد في الشارع معرفت علي يعني هو جديد بس فول رزيليوشن ولا غلطة فول رزيليوشن يعني الواي فاي بيتغلب على البلوتوث حتى بيتغلب على الفاي بوينت سيرو بشو بستابلتي النتورك ستابل تبع الواي فاي اكتر من النتورك تبع البلوتوث البلوتوث في داونسايد الو على الباتاري درين ويعني مثلا اذا بععدت او اذا يجاك تليفون او اذا في تليفون بدي يشبك عليك او كذا ما بتعرف تليفونات كيف فبصير يتقطش بعدين بيصير يقول لك عرف تليفونك بيصير عندك مشاكل فتصير تعرف تليفونك او بعدين يصير الكار ستيريو ما يقراش التليفون طبعك لتعمل رستارت هاي الامور دائما بتصير في البلوتوث هاي مشكلة بتصيرش في الواي فاي احنا عارفين انه البلوتوث بنقل الفول رزيليوشن بس لسه في بعض الباكس الى حد معين ما بيقدرين الى كل هاته بس احنا عم نحكي على يعني تسعين بالمية من المستخدمين بلاقو انه هو ممتاز وانا واحد منهم بس بحسب الويب سايتس اللي انا قريتهم وعملت رساج عنهم في يعني جزء من السبكترم تبع الصوت البلوتوث البلوتوث احيانا كثيرة ما بينقلو حرفت عني لما تكون الاشارة بزي او الريسبتر بيسخن فالماديول طبعا هذا بيسخن بصير يقطش معك فبيعطيك مش زي الواي فاي الواي فاي الامور هي مش موجودة فاليوم لما بنتكلم شو هي احسن طريقة لنقل الصوت في السلاك والوايرز اليو اس بي في الوايرلس البلوتوث ولكن اذا انت معك فلوس وصيادك حديثة احسن انك تروح للواي فاي خصوص اذا كنت مستعد انك تدفع اشتراك شهري للأبل كان معكم اخوكم سام بتمنى تكونوا استفدتم في حلقات قديمة متكلم فيها انا على الفرق بين صوت السيارة وصوت المنزل مع السلامة اشتركوا في القناة